الأنسنة على كل المستويات هي مغيبة في الواقع العربي في الخطاب الإسلامي المعاصر وفي الشخصية العربية المعاصرة وهذا التغييب ليس وليد اليوم أو وليد قرن مضى أو قرنين لا، هو وليد ألف عام عندما توقف العقل العربي عن إنتاج الحضارة فهو عملية تراكم تاريخي يعني توقف العقل العربي عن إنتاج الحضارة منذ ألف سنة؟ أبداً لم نقدم إضافة للحضارة الإنسانية جديدة مع وفاة بن خلدون وفاة بن رشد يعني هؤلاء هم آخر رموز العقل العربي الذي قدم علماً معرفة للإنسان ترجمة نانسي قنقر